موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دائما بحفظ أعمل شغلات مفيدة وحلوة وإيجابية وهاي طبيعتي بحب أعمل الشغلات الحلوي بس أحيانا بيكسل كتير على إن أعملها بنفسي بجواتي حاب أعملها بس كتير بيتكسل على إن أعملها بصراحة وكتير شغلات راحت مني بسبب الكسال أو بسبب يعني التأجيل وأكيد أكتر الناس بظن هيك نفس الطريقة عندهم بحبوا يعملوا شغلات إيجابية شغلات مفيدة لنفسهم شغلات مفيدة للمجتمع بس بيكسلوا عنها قيمت بتصير هالشغلات يعني جميلة أكتر أو ممكن نعملها أو ننفذها أنا بالنسبة إليه وقت حدي بتحداني أنا عندي التحدي يعني كتير كتير بتشجع إني أعمل أي شيء وقت حدي بتحداني وهون موضوع حلقتنا من فترة تقريبا شهرين أكتر انتشرت على صفحات الفيسبوك ظاهرة سموها تحدي الأعمال الصالحة فكرة كتير جميلة وطبعا كوننا انتشرت بشكل كتير كبير وكتير ناس شاركوا فيها يعني أفراد كتير وأصدقاء كتير مقربين إلي شاركوا فيها وبعتولي طبعا تاج عليا فأنا طبعا كتير اهتميت فيها وحبيتها للفكرة وكونه مكتوب تحدي فحبيتها أكتر هحكي لكم عن هالفكرة بالتفصيل الفكرة شو بتقول أنه أي إنسان بحط تحدي أو بيجي التحدي على صفحته فمقابل كل إعجاب أو كل مثلا كومنت تعليق أو مشاركي بعملة البلد اللي هو فيه مثلا دولار نحن أخذ مثلا دولار أو مثلا هو بيتعامل بالريال أو بيتعامل بالليار التركي فإذا بيتعامل بالدولار مقابل كل تعليق أي إعجاب على اللايك بيحط دولار على الكومنت بيحط دولارين على المشاركي حيحط ثلاث دولارات وبحدد هي الفكرة أنه لازم نحدد فترة زمنية اختاروا هي أكتر المشاركين اختاروا أنه 24 ساعة بعد 24 ساعة بقول لي يا جماعة أنا فتت على التحدي وبعد 24 ساعة فبشوف قديش طلع عنده تعليقات قديش طلعت عنده مشاركات وبشوف هالمبلغ اللي هو طلع عنده وبقول للناس أنا حأتبرع بهالمبلغ بسمي لازم يسمي الهيئة أو المنظمة أو الجهة اللي هو بديه يتبرع لإلى بهذا المبلغ كتير لقت لقت رواج هاي الفكرة وانتشرت كتير وأنا وقتلي إجتني طبعا هالفكرة وإجتني التحدي فطبعا شاركت فيها وصرت تابع كتير مهتميت فيها صرت تابع يعني النتائج هالتحدي صرت افتح صفحات للناس اللي شاركوا رجعت على صفحة التحدي تفرشت على وديوهات المعروضة على الآراء الناس اللي عم تحكي عن التحدي على الصدقة آلية الصدقة طبعا في ناس حبت الفكرة في ناس ما حبت الفكرة يعني أي شيء بالمجتمع او أي في أفكار في ناس بتأيدها وفي ناس بترفضها لهالفكرة أنا طبعا من الناس اللي حبوا ومن خلال متابعته لوسائل التواصل للصواء هالفيس أكتر هي انتشرت أكتر شي على الفيس فكتير كي تابعتها وحاولت حتى عملت يعني مثل إحصائي من الفاز بالأخير واستمرت الحملة لفترات طوينة يعني حتى أكتر يعني ما في أن ما بظن ما في حملة مثلها انتشرت على صفحات الفيسبوك وأخذت كتير قبول أكتر من شهرين والحد الآن أنا يعني لتاريخي عم بس فيها الحلقة ولسه فيه على الصفحات ناس لسه بتقول إجان التحدي طبعا أنفت بهذا التحدي وشاركني كتير من الأصدقاء وهدفي طبعا الفكرة الجميلة فيها أنه إجيت بالفترة اللي كان فيها نزوح لأهالي حلب من حلب فرسالة أعطوها الناس اللي عم يتصدقوا رسالة أعطوها لنازحين أو للاجئين أو لأهالينا اللي طالعين جديد من هالألم اللي فيهم أنه نحن ما ننسياني نكون أنه نحن معكم ونحن واقفين معكم ولو بشي بسيط فحن نحس بألمكم وحنقدم لكم شي مهما كان بسيط الفكرة حتى تفهموها معي أكتر ويلي ما متابعة أو مشالي شاركني الرأي هل هو ما ضده حنقدم استطلاع رأي بعد من تابع شارك بفكرة تحدي الأعمال الصالحة والله أنا يعني تحدي الأعمال الصالحة ما شاركت فيه أي حدا بده يعمل عمل صالح أكيد أكيد ما فينا غير نقول له الله يتقبل منه ومنشكره قناعتي أنه العمل الصالح من هذا النوع من الأعمال يكون بين بين الإنسان ورب العالمين أما أنه يكون بهذا الشكل العلني أنا كشخص أنا ما تقبلته لكن أكيد يلي عمله أنا ما بظن فيه إلا ظن الخير والرغبة في عمل الخير عمل الخير الإنسان يلي بده يعمله بأي شكل من الأشكال أكيد هو عمل محبب ونسأل الله أنه يتقبل منه الجميعا موضوع اللايكات وكذا هيك هلأ كل شي بيصب بموضوع يعني عمل الخير وأنه نحن فينا نعتبره هذا فيك أنه كصدقة بس أنه فينا نحن عبتفعلها موضوع يعني عبر اللايكات عبر كذا فكله بيصب بعمل خير ولا بأس تماما يعني لا ضير أبدا لأ تحدي الأعمال الصالحة يعني هي شوي ضريفة وبنفس الوقت ما كتير ضريفة لكن إذا فعلا هاي يعني الإحراجات اللي صارت أنه في بعض الأشخاص ترتبت عليهم أموال معينة أنه لازم أن يتبرعوها فيها بالخير أهلا أنا ما كتير حبيتها لكن هني أحرار يعني كان شي كتير حلو أنه قدرانين يعملوا يتحدوا بشيء ظريف فكرة تحدي الأعمال الصالحة هو هو تحفيز المجتمع يعني هلا لما بلش هذا المشروع وبلش ينتشر على الفيسبوك كان في آراء أنه الرأي الأول بيقول أنه لا ما بيصير هذا الشي اسمه أنت عم تتفاخر بالصدقة للي عم تعملها وفي ناس تاني قالوا أنه هو تحفيز للناس لأنه تباشر أنه على الأقل تتشجع فبصراحة أنا واحد من الناس اللي تشجع بعد ما مثلا شاف حدا عمل هذا الشيء نرجع لفكرة التحدي اللي عجبتني وعجبت كثير من أصدقائي وكثير ناس حبوها فأنا جمعت طبعا مثل ما قلت لكم حكيت لكم ما أنا حبيتها فتابعت الصفحات وعملتها شغلتي وعملتها أشتغل بالإحصائي وشوف مين حبها ويلي ما حبها قعد أقنعه بالفكرة يعني طبيعة الإنسان بس نحب شغلي بحب الناس اللي أصدقاء وأنه يحبوا ويساهموا فيها وخاصة أنه هي فكرة تبرعات يعني والناس جدا محتاجين نحن يعني الشعب السوري كتير بها الفترة محتاج يعني ما في حدي ما ما نمحتاج لأنه حدي يساعدوا هالفترة فقلت يعني من استطلاع الرأيات الصدقة موجودين نحن أصلا بموروسنا الثقافة موروسنا الإسلامي كلنا منتصدق يعني من قبل السورة موجود الصدقة وكل الناس كانت تصدق يعني حتى الإنسان مهما كان بسيط كانوا الجمعيات أنا بتذكر على خمس ليرات ويعني حتى بعض الجمعيات بليرة كانت تصدق يعني فكان كل واحد يتصدق وموجودة وبالعكس حتى كانت مكتر مانا منتشرة يعني ما حدي يخبر فيها هل هو يا ترى هي لأن ما كانت موجودة وسائل التواصل الاجتماعي ما حدي يدر فيها وما صارت هيك حملات أما لأ منه كانت الناس عايش بظروف عادي وظروف رخاء ما كان حدي يهتم منها بعد السورة شو اللي صار بعد السورة الناس كلها ذات معهم معت فيه مادية معهم اختصرت التبرعات على الرجال الأعمال على الجمعيات الخيرية على المنظمات الدولية الكبيرة فصار الأفراد ما عاد يتبرعوا أبدا يعني حتى يعني ناس تاين ممكن أنه يتبرعوا فتقول لها انت عاد تبرع بليرة بليرتين ولقعنا يا عدوبنا عم كفة عيلتي ويا عدوبنا عم كفة نفسي فيعني حتى المبلغ البسيط صار أنه ما عاد بدو يقدموا حلاوة الفكرة أنه رجعت سبحان الله روح الصدقة يعني ما بقول للشارع فصار كل الناس تفاعلت معه وكل الناس يعني حبت هالفكرة جدا يعني حتى أنا تحولت تحدي لحد صديقاتي قالت لي يعني انبسطت كتير يعني هي قالت لي بس أنا يعني ما كتير إلي تفاعل على صفحتي على الفيس ويا عدوب الناس على أي منشور أنا بحطوا يا عدوب يجيني تعليقين أو يجيني خمسة إعجابات فالمبلغ أنه حيكونه كتير زهيد ورغم هيك انبسطت بالتحدي اللي بعدت لي وشاركت فيه وطبعا وأعلنت المبلغ هي أكتر من المبالغ اللي طلعت عندها على الصفحة روح الصدقة رجع لكل الناس كل الناس صارت تحكي فيه يعني حتى صرنا يعني ناس صار يحكمون على الخاص أنه أنا ليش ما تحديتينها يا ريتي كنت تحديتينها بس هيك أساس التحدي كان خمس أشخاص يعني ما بدي أحط لأكتر من خمس أشخاص فكنت قلنوا يا خلاص يعني انتوا تحدوا وفوتوا لحالكم على الصفحة فكانت صارت فيه أفكار كتير جديدة الشيء كمان الحلو بالفكرة أنه إشهار المبلغ عن طريق الصفحات الفيس يعني ولوين أنا وصلنا هالمبلغ بدي أبعثه ناس اللي تبعث لها الجمعيين ناس اللي تبعث لها المؤسسين ناس اللي تبعث لها المنطق الفلاني بالداخل السوري فكان فيه شيء من نوع من الشفافية أنا حسيتها أنا حددت المبلغ اللي بدي أرسله حددت المنظمة أنا اللي بدي أبعث إلى أو الناس اللي حياخدوها فصار فيه شفافية فيها صدق تمام ما عد فيه حالي والله يقول لا أنا أخذ مبلغ أقل أرسل مبلغ شيء فكتير صار فيه شفافية بالموضوع أنا حترجيكم أحد وجهات نظر للمشاركين على الصفحات بعضها يعني حبيتها وحبيت يعني شارككم فيها مشاركي أحد المشاركات بقول صاحبة أنه هاي مهمة تحدي جدا جميلة لأن هي بتشجع ما بس على فعل الخير ما بس لها المبادرة تحدي الأعمال الصالحة وأنما كل شيء جميل ممكن تشجع الناس على أنه تعملها والشيء الحلو أنه يعني إذا أنت ما بتملك مصاري تتبرع فيها ممكن تتبرع بلايك أو تتبرع بكومنت أو تتبرع بمشاركي فإنه الشيء معنوي أكثر منه بس شيء مادي أنا ما معي مصاري بس إذا حطيت إعجاب لحدي داخل هالتحدي فممكن أنا أكون بهذه الطريقة قدمت ليرة للفقير وبدون أنا يعني سبحان الله ما أخسر أي شيء الفكرة الثانية لمشاركي أحد أخوانا أخذ استعمل الله المصري وحكاها بطريقة جدا محبة بي وقال يعني أنا إذا ما حدي تحداني أنا خلص حتحدى نفسي يعني أنا إيه حتى ما عم تتحدوني فقال يلا يا شباب وحطوا لي نص جنيه على اللايك وقنيه على الكومين فكانت فكرة حلوة جميلة منه وبدأت الناس فعلا اللي ما حدي يتحداه صاروا هني يتحدوا نفسهم مشاركة تالت عم يقول أنه أخونا اللي ما بيقدر يعني يتحدى لنفس الحاله يعني أنه في ناس ما بتقدر مع مصاري أنه مبلغ مجلوز يطلع عنده أصدقاء كتير مثلا عنده التالاف صديق على الصفحة فهذا إذا كنا حطوا له إعجابات وجوزه المبلغ ما نقادر على أنه يدفعوا فقال لي ما بيقدر على لحاله يتحدى مع أحد أصدقائه فصار يبعد تاك لرفيء ويقول له عليك اللايك وعليك الكومنج فصارت طبعا بين دعابي وبين الجد فاستفاد الفقير كتير واستفادوا الناس المحتاجين كتير والفكرة كتير لقيت الرواج طبعا مثل أي أفكار ما قلنا الأفكار دائما في قبول وفي رفض إلى حتى نشوف هالقبول وهالرفض إلى وآراء الناس حول هالموضوع بعد الفاصل إن شاء الله حنحكى آراء المؤيدين للفكرة وآراء المعارضين ووحد ووحده وشو النصائح للطرفين نرجع لفكرتنا وآراء المؤيدين وآراء المعارضين المؤيدين للفكرة لقوا إنه كتير فيها فائد كبير للمحتاج ولازم تكون بهالطريقة وبهالطريقة التحدي لأن كتير كتير يعني فعلا أنا أحد صديقاتي بتشتغل بأحد الهيئات الإغاسية قالت لي إنه كتير إجانا يعني تبرعات من أشخاص بسيطين جدا ما كنا نتوقع يعني كانت مقتصرة فقط على رجال الأعمال وعلى المنظمات الإغاسية فهذه بادرة جدا جميلة المعارضين طبعا شو قالوا قالوا لا يعني والله الصدقة تصيرها الطريقة الهزلية يعني هاي يعني كتير جدا يعني ما أنا مقبولي أبدا ورفضوها يعني بشكل قاطع إنه حتى الصدقة يعني صرت تحطوها على الفيسبوك وطريقة المزح والهزل يعني كتير كانوا رافضين للفكرة وقالوا يعني وأخدوا يعني الحديث الشريف إنه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني أكتر اللي كانوا معارضين قالوا لا الصدقة لازم تنخفى فالمؤيدين كانت عندهم حجتهم كمان قالوا لا هل أدأت بالقرآن الكريم ان تبدو الصدقات فنعم ما هي فمعنات إذا أظهرنا الصدقة كمان هي خير ما أنا بالعكس أبدا يعني وهي آية صريحة بالقرآن الكريم فليش نحن حتى ما نبدأ الصدقات المعارضين قالوا لا أبدا يعني بالذات تستخدم طريقة المزح وطريقة الهزل فهي تير شيء يعني ما نجميل أبدا المؤيدين أجوا طبعا كمان قالوا لا أظهر الصدقات صارت أصلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى إذا أصرناها يعني شو يعني كل ما نعرف بوقت سيدنا عثمان بن عفان جهز جيش العسرة وتبرع تقريبا بمعظم ماله فتشجع كثير من الصحابي وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بارك هذا العمل وقال ما ضرر عثمان ما فعله بعد اليوم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا العمل وإظهار الصدقة فكيف ليش نحن حتى نرفضها حتى في قول لابن كسير يرى ابن كسير إنه إظهار الصدقة هو خير يعني إذا فيها مصلحة المصلحة فيها أكتر من إخفاء المعارضين سبحان الله خلاص يعني إنه لا هي مهزلة ووسائل التواصل الاجتماعي أنا ما ممكن حول أعمال الخير لهزل وضحك وبدأ تصدق والناس كلها تعرف إنه تصدق يعني الناس إنه صار فيها شيء من الرياء وقالوا إن المعارضين يعني أحيانا اللي بدعم يكون فيها حرج وقت اللي أنت عم تبعت تحدي لشخص قد يكون ما يملك عن هذا المبلغ يكون في حرج عليه المؤيدين قالوا لا يعني هالشغلة اختيارية يعني اللي بحب يدخل التحدي بحب ما بحب خلاص يعني ما شرط حتى يحكي إنه أنا قبلت أو ما قبلت يعني هي كلها بالأخير هي أمور اختيارية أصر المؤيدون على إنه بالذات يعني المنظمات الكبيرة والهيئات الكبيرة وقدم يعملوا يعني أعمال خيري ما ممكن تنخفى هنا عم بيبنوا مدرسة هنا عم بيبنوا مستشفى فإجباري هاي الأمور بتكون يعني على صفحات الفيس وبدأ تكون على وسائل التواصل فمستحيل تكون فيها ما هي ولا خمس طيرات أنا عم حطها بجيبت الفقير لحتى خبية أو كامليرة فإجباري نحن لازم تكون على وسائل التواصل وبالعكس عم يكون فيها منافسة تير ومشاركة أكتر وقت عم تكون على طريقة وسائل التواصل الاجتماعي غالب المؤيدين نرأوا الفكرة أنه هي جيدة لحتى نشر ما بس هالتحدي ممكن ننشر عن طريق وسائل التواصل كثير أمور خيرة وما تقتصر فقط على الصدقات ممكن كثير أمور نحن ننشرها طبعا أنا بنهاية الاستطلاع وبنهاية البحث لقيت طبعا أنه اللي لفاز هن المؤيدين لأن انتشرت الفكرة أكتر من شهرين مثل ما حكينا بالنسبة للمعارضين طبعا أنا بهنين للمؤيدين لأن فكرتهم نجحت والذات اللي نشروه وعملوا له صفحات تحد الأعمال الصالحة بالنسبة للمعارضين بقولهم يعني دائما يعني خدوا قاعدة أي الإنسان ما يشتغل بطريقة تردد الفعل دائما أي أمر بينتشر سواء على الفيس أو غير من وسائل التواصل الاجتماعي ياخد الأمور بمبدأ ياخد الإيجابة بأي ظاهرة بتطلع ما يكون دائما ياخد أمور السلبيات بعدين هي أفكار وليست قرآن منزل يعني ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة ممكن تكون فيه إلى إيجابيات ممكن تكون إلى فيه سلبيات فدائما أنا بقول للمعارضين يعني إنه إنه هاي مبادرة ونجحت ما حتكون آخر مبادرة بالعكس يعني بتابع للسا بعدها كتير انتشرت مبادرات خيرة على وسائل التواصل منها مثلا بنشر آيات القرآن الكريم فكتير ناس تفاعلت فيها فكانت هاي المبادرة أنا برأيي هي يعني بداية لمبادرات أخرى جيدة وللمعارضين بقول لهم أبدا هاي ما حتكون أول مبادرة ولآخر مبادرة وبنصحكم إنكم دائما بالعكس تاخدوه بروح رياضي وتشاركو فيها وبقولكم يعني إنه أنا بالأخير أنا بحترم رأيكم وبس بأكد على إنه الإنسان ما ممكن إنه يعمل شيء خير بدون منافسي بصريحة آيات القرآن الكريم وفي ذلك في الإتنافس المتنافسون نراكم على خير ترجمة نانسي قنقر